هناك ضجة كبيرة حول مسلسل معاوية وهي ضجة قديمة حول الفروق النوعية والتمية بين الثناء التاريخي المتواصل وهو واعني علي ومعاوية ومع احترامنا طبعا لجميع الاطراف رغم ان هذه الاطراف جميعا لا تحترموا احدا الا من تهواه فان السؤال برأي ليس ما الفرق بين ما فعله علي وما فعله معاوية انما بين ما فعله الرسول محمد وقريش بمرحلة سابقة اعتقد ان جواب هذا السؤال هو المهم وليس البحث في مسألة الخلافات بين علي ومعاوية وسأحاول في هذا الفيديو الان ان اثير كثير من النقاط التي قد اعتقد بينها جديرة بالبعث اكثر من كل ما جرى سابقا كل ما عدا هذا اعتقد كل ما يجري هو مجرد محاولة لغال في تحليل قضايا صراعات داخلية واهلية بين شعوبنا فقط وهي شعوبنا فقط التي دفع ثمنها طوال التاريخ وما زالت تدفع هذا الثمن نفسه وطبعا لصالح من لصالح آل البيت او آل البيت دولة قريش او الدول الحكام والجلاوز الذين يحكمون حياتنا طبعا الرواية السائدة تقول لك انها طبطبة على الاكتاف يقولون هناك من اجتهد في اخطاء والكل كويسين وحلوين واخر حلاوة والحياة جميلة واللونها البنبي المهم بالنتيجة سكتوا لا تناقشون الموضوع هذا ما خلص الكلام اي ان الناس زميعا هم مجرد ناس امام قطعان او جماعات اه يجب اتباع ورعية ما عليهم الا ان يكونوا كما يكون القطيع اه عليهم واجب الطاعة فقط لا ان يحشروا انفسهم انفهم في الصغيرة والكبيرة اه الحق اللي علي والخطأ اه على معاوية لكن اه الخطأ اه شاسمه الخطأ معاوية بالنسبة للسنة اه خطأ اه يعني يحدث لكن لا يعني بانه هو اه غير مصيب واجتهد مجردها مجرد اشتهد واخطأ اه طبعا الفكرة انطلت وصار النقاش الان اه ليس بين الموضوع جدر الموضوع اللي راح اشير له ببعض النقاط انما صار النقاش الحق مع من هل مع علي ام مع معاوية جميع نسوا ان المشكلة هي في موضوع الحق نفسه ما هو هذا الحق هل من يمثله الحق هل يمثله علي ام او معاوية قبل هذا ما هو مصدر هذا الحق ما هو شكله الامر الثاني اللي راح اشير له في هذا الفيديو هو حساسية المؤمن المرضية اه وصار الامر بين الحديث عن معاوية اه صار اه اشبه اه او علي مثل الحديث عن الاسلام او 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 الحديث عن اي مسلم صار الحديث يعني اشبه بالكلام شخص يقبض على قنبلة موقوته رأيسا هذا المسلم مجرد ان تحدث عن الاسلام وعن الدين وتدخل شوية تحاول تناقش رأسا ينفجر ببطاك كاي مريض نفسي اه يعتبر ان ما حصل امر يمسه شخصيا ومس كرامته ويجب ان تصمت يجب ان لا تتكلم بايشي مجرد ان تطيع وان تبصم تبصم وتقبل بايشي يقال اي ان يعني كنت اللي ما يقول بالعلاقي فرقاس ما يجاس يعني الشيء محروق جلد محترق يعني منتفخ فمن اي جهة تلمسه ينفجر الحال الان يبدو المسلم هو في هذه الحال حاليا الفقرة الثالثة راح تحدث عنها شوية الان اختصر اكتر اقول بان من فرق كلمة الناس فعلا من هو هو الذي بغض النظر عن العواطف اللي فرق اللي لا بد ان اتحدث مصراحة من فرق كلمة الناس ومن فرق كلمة قريش هو الذي قتل شوخها ثم جاء بعده علي وقتل وفرق كلمة المسلمين والنتيجة كانت ان كل منهما لم ينجح في اتمام هذا المشروع لهم ولا من ورث دينهم لا الاول ترك نظاما واضحا للحكم الذي قاتل طبعا حياته باكملها يقاتل من اجله ولا الثاني نجح في المحافظة على كرسي يعني جاءه في غفل من عين الزمن معاوية كل ما فعله طبعا رغم سيئات معاوية لانه من السلاطين وقتل كثير من الناس لكن كل ما فعله هو استعادها السلطة اللي كان يظن بانها يحق له ولأبيه وبيته الأموي الا ان الناس في زمنه لم تعد هي الناس اصبحوا مسلمين فلم يعد بامكانه ان يرجع القحقرة لزمن ما قبل الرسول محمد وظهور الدين الناس امنوا بالله ورسوله وامنوا بوجود كتاب رح اتحدث بالفقرة الرابعة والخامسة بالتفصيل امنوا بوجود كتاب هذا الكتاب يحوي كل شيء فتبروا انه هذا الكتاب هو الذي ممكن بالامكان ان يواحد الناس تحت شمله وما زالت الناس تؤمن بهذا المسألة حتى يومنا طبعا هو الكتاب غامض والقرآن الكريم مع الكتاب عظيم وكبير ودور كبير في تاريخنا لكن الكتاب غامض وممكن التعامل معه بالطريقة التي تعجبك لانه هي لغة مطاطة وتستهت تحت من كل شيء فقرة الرابعة راح اتحدث بها انه يقول بان الخلاف بين علي ومعاوية هو خلاف عمره ليس 1500 عام انما عمره اربعة علاق عام هذا استمرار هذا الخلاف هو الدليل على ان شعوبنا لا تستطيع الاتحاد انا عندي حلقة على ان مشروع الرسول فشل مشروع التوحيد النبوي فشل حلقة انشرتها قبل عام تقريبا ورغم ان المشروع الرسول كان من اعظم واكبر واقوى واكتر المشاريع نجاحا يعني على المستوى المرحلي لكنه لم ينجح حتى الان ولم يحقق اهدافه ولم يتوحق الواعد بانه اليوم اكملت لكم دينكم هو بالنسبة بالمرحلة التي كان فيها فعلا هو اكمل لهم دينهم لكنه في الحقيقة الامر لم يكتمل بعد ذلك طبعا المشروع الرسول هو بالنسبة راح تحدث عنه سبق كثيرون اليهود وابراهيم والقرامطة هؤلاء جميعا كانوا يحاولون توحيد شعوب هذه المنطقة التي تقتن بين الدجلة والنين هذه كانت جزء من ثورة كبيرة والثورات هذه استمرت ولم تنجح اي منها في تحقيق الحلم الكبير وكان اسم الله الذي هو اصله ايل اي بمعنى الاعلى العالي او المتفوق لم يحدث لم ينجح هذا الاله في جمع شمل هذه الامم المتفرقة التي تسمى اعراب وسأوضح هذا الموضوع في جزء من الحديث ايضا هناك قضية انه البعض يقول بالفقر الخامسة راح تحدث انه هناك يقال بان هناك صلاة بين علي ومعاوية وانا اعتبر انه هذا الصلاة ليس بين علي ومعاوية فقط بل بين علي والفقهاء من جهة او المثقفين ذلك الزمان من جهة والدولة والنظام من جهة اخرى هذه الدولة والنظام يمثلها كان معاوية وقريش زمن محمد اي في زمن محمد كانت قريش هي الدولة الصغيرة التي تحكم الجميع وكانت تفرق كلمة الناس وتحكمهم بالجور والظلم والطغيان فظهر الرسول لكي يعيد الحق لكن بعد ذلك استمر السرع بين الطرفين والذي هو مثل تاريخ باكمله وهذا السرع تحول بين معاوية وعلي وكان الفقهاء اللي نلاحظ انهم اغلبهم كانوا يناصرون موقف علي لكن استفقهاء سمر صلاعهم مع السلطة عبر يعني بعد ظهور فترة الامويين عندما مقتل جعد ابن درهم وحجر ابن عدي واسماء كثيرة حسن البصري عنده كان موقف صعب مع المالك وغيرهم هؤلاء كانت موقف صعب مع الخلافة الاموية بعد ذلك بزمن دوري عباسي أيضا كان موقف صعب محنة ابن حنبل مع المأمون ومحنة عقابلة محنة أبو حنيفة مع أبو جعفر المنصور بعد ذلك قبل ترميده وأبو يوسف على أن يكون قاضي القضاة هذا الامر يعني كله يوضح بينه الصراع بين الفقهاء وبين أصبح الفقهاء ليس بين عالي ومعاوية على الصعيد السياسي لكن أصبح الصراع بين الفقهاء والدولة وما زال هذا الصراع بين الفقهاء والدولة حتى يومنا هذا وهناك نوع من تبادل المصالح فيما بينهما وتبادل القوة بالنتيجة كان رأيي في هذا الفقهاء أن الفكرة التوحيدية كانت حلم شعوب المنطقة شعوب المنطقة الذين لا ينتمون للدول الكبرى الأخرى مثل إيران وتركيا ومصر في ذلك الزمان يعني الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة التي لا تحسب على الإمبراطوريات التاريخية مثل البيزنطية والسلسانية في ذلك الزمان والإغريقية الفقرة الخاصة ستحدث بها عن خرافة وجود كتاب وأن هذا الكتاب ما علينا أن نبحث عنه ونعتر عليه وسنجد فيه كل شيء مكتوبا وأن هناك واجع الرسول وقال أن هذا الكتاب لديه ونزل عليه تهليداً وصدقت الناس وآمنت بهذا الموضوع فقط لكي تتوحد تحت كلمة سواء كما يقول العلماء الدين الفقرة السادسة ستحدث لي عن الإيمان بوجود نص كامل شامل هو بيت الداء الذي دمر هذه المنطقة وشعوب هذه المنطقة هذا هو الذي يجعلنا نلتفت للصراع الداخلي عميق بيننا ونحوله بصداجة لمجرد صراع بين شخصين لنتوقف برأيي عن تقسيم الأدوار بين علي ومعاوية شكراً وأتمنى راح أتحدث بتفصيل أكثر وربما أستطرد في الكلام وأرجو أن تعذروني لأن اللقاء مباشر وأيضاً سأحاول أن أتحدث بطلاقة وبإنسابية في نهاية الفيديو سأتساءل هل كان الغاء مسلسل معاوية أفضل من عرضه أم العكس فكونوا معي وأنتظر منكم تعليقاتكم عندي أهم شيء تعليقاتكم لأن تثيرني وتؤجز في داخل الأفكار وأيضاً تؤجز بيننا الحوار الحقيقي المفيد الحديث عن خلاف علي ومعاوية الذي استغرق تاريخنا القريب والبعيد حديث ينطوي على مكيدة كبيرة جداً مكيدة انطلت على ملايين الناس لكن حتى عندما يتم الحديث عن أن هذا الموضوع ليس بالأهمية الكبيرة هو حديث ينطوي أيضاً على مكيدة أكبر والقضية هي ليست أننا أن نقول أن هذا الخلاف لا شأن لنا به وأنه خارج أفق التاريخ ونحن نعيشه في عصر مختلف هذا أيضاً ينطوي على مكيدة أكبر ومحاولة التنصل من مناقشة الموضوع بطريقة تبدو دكية وعميقة ربما يصدقها صاحبها نفسه ولكن الأمر ليس كذلك موضوع علي ومعاوية هو موضوع استغرق تاريخنا بأكمله وهو موجود داخل الوعي العراقي والعربي والإسلامي منذ 1500 عام هو ليس موضوعاً له أشخاص محددين الأول اسمه علي والآخر اسمه معاوية وقبلهما محمد والخلفاء الراشدين حسب التسمية السائدة الموضوع عمق من هذا بكثير وهو يوضح لنا طبيعة الصراعات الموجودة بين شعوب المنطقة وداخل أنفس الذين يسكنون في هذه المنطقة إنه تعبير عن حاجاتهم وأمالهم ونظرتهم للعالم وهذه النظرة هي التي خلقت لنا شخصيات شبه أسطورية مثل علي ومعاوية ومحمد وإسلام وغيرهما هنا تصبح الحقيقة التاريخية ليست هي محط الخلاف أو النقاش ربما هي طبعاً إلها أصولها وإلها أساسها الذي لا يمكن التغاضي عن أهمية بحثه لكن هذا لا يعني أننا حينما نشكك في الرواية التاريخية أن الموضوع انتهى لا الموضوع أكبر من هذا أيضاً بكثير ممكن أن تشكك في الحقيقة التاريخية ممكن أن تقول له وجود لعلي ولا لمعاوية ولا لإسلام ولا حتى قرآن ولا محمد ولا أنبياء هذا كله ممكن تقوله لكننا الآن في معرض البحث ليس البحث التاريخي إنما معرفة ما حصل فعلاً في الذهن العربي وكيف استطاع هذا الذهن أن يولد لنا هذه الحكايات التي أصبحت أساس من أسس التفكير والمعرفة والفهم والنظر إلى واقعنا وحياتنا وذاتنا والآخرين أيضاً هذه هي القضية الأساسية التي يجب أن ننظر إليها ونهتم بها وعليه بأن من يتهمني أو يتهم أي أحد بأنه يتحدث عن الدين والمرويات الدينية التي وصلتنا وكأنها حقائق لا تقبل النقاش نعم أقول له يجب أن تفرق بين البحث التاريخي وبين النظر إلى ما أفرزه لنا التاريخ من عقائد ومذاهب أصبحت في حكم الواقع والحقيقة هذا التفريق يجب أن يكون تفريق أساسي وينتبه من يتحدث لهذا الأمر موضوع علي ومعاوه يستحق النقاش هذا ليس موضوعاً نافلاً وعابراً لبالعكس أن هذا الموضوع هو موضوع حاضر ويشغل بال المجتمعات العربية الإسلامية منذ ظهوره وحتى يومنا هذا هذا الموضوع يستحق النقاش بل يستحق أن نخرج وننتج من أجله عشرات المسلسلات وعشرات الكتب ونبحث جذوره لأنه ليس موضوع شخصية بين شخصيتين أو مذهبين إسلاميين أو سياسيين أو حركيين أو أي اسم كان الموضوع أكبر من هذا موضوع العلاقة بشخصية الإنسان العربي المسلم أو الشرقي وطبيعة التكوينة والطريقة التي يفكر بها هذا الموضوع يستحق النقاش وبشدة بل بالعكس أن عدم مناقشته هو سبب المرض الكبير الذي نعاني منه جبيعاً في جميع مفاصل حياتنا في جسدنا المعنوي والفكري والذهني هذا الجسد الذي أهمناه طويلاً وطالما رفضنا أن نعالجه أو ننظر فيه ونشخص أمراضه وعلى له أثناء مراجعتي لهذا الموضوع وجدت أن الأغلبية العظمى ترى بأن كل طرف منهما يقفوا على جانب الحق بل أن هناك من يرى أنهما معاً يقفان على الحق رغم أنهما قتل بعضهما البعض طبعاً هي هذه الفكرة قطيعية لأنه أنت تحاول أن تحافظ على القطيع من القسام والتشتد والتشرذم بالتعبير الفصيح لكن هذا الأمر لم يحدث وما زال لا يحدث مع أن الكل يقول لماذا تثيرون الفتن وهي الفتن موجودة أصلاً وبما يوحي بأن سياسة من هذا النوع طالت على مدى 1400 عام أبل أكثر هذه السياسة أثبتت نجاحها وأن تحاشي النقاش في هذا الموضوع أثمر عن ما نحن فيه من خير وعميم وتطور وتقدم مضطرد طبعاً الحجة الجاهزة تقول بأن هناك طرفان كل منهما اجتهد فهذا الأمر طبح عرفاً وقاعدة عامة في التفكير الإسلامي والعربي وحتى على الصعيد الاجتماعي جرت اعتبرت هذه الطريقة بالتفكير ناجحة وفائلة القضية برأيي لا تنحصر في هذا الخلاف وأشكاله وتائجه وتداعياته القضية هي تدرك تحت أفق باراديمي راسخ في العقل العربي الإسلامي هذا الأفق هو يقول بأن هناك حق كل ما علينا أن نبحث عنه لكي نصل إليه ونحققه وأن هناك من يقف ضده وعلينا أن نقف أيضاً ضده هناك أيضاً من يجتهد ويخطئ وعلينا أن نتفهم هذا الموضوع هكذا جرى توزيع الأدوار بهذه الطريقة في ذهننا وجرت بعد ذلك عمليات تبرير وتأويل وطمطمة ولفلفة واستمرت الأمور في حياتنا على هذا المنوال دائماً لدينا مشاكل كثيرة نرفض معالجتها ونرفض أيضاً وجود أخطاء داخلها أي أننا لا نفهم العالم ولا نريد أن نفهم ما يجري فيه وحتى لو حدثت أخطاء فلا نأتربض أخطاء لأن هناك حق ولأننا ننتمي إلى جماعة واحدة وعلينا أن نحافظ على هذه الجماعة نضحي بفكرة وجود شيء صحيح وشيء خطأ ونرفض وجود هذه الأمور كلية ونعتبر أن كل شيء كامل مكمل وفي الحقيقة نحن نقف دائماً على شفى الهاوية وشفى كوالد لا تنتهي على مدى 1500 عام ثنائية علي معاوية هي تمثل هذه الأسطورة بالكامل هذه الأسطورة هي تاج من نتائج رفضنا لفهم الواقع وحل مشاكل الواقع والمعازق التي نمر بها وعليه فأن القول بأن هناك طرف على حق وآخر على باطل هذه المقولة لا تفضي بنا إلى نتيجة ليس الأمر نقف مع هذا الطرف أو ذاك بحجة أن هناك حق على العكس تماماً علينا أن نشخص وجود الخلل وأين مكمنه وهو في فكرة الحق نفسها أي الله هذه الفكرة هي نفسها سبب إشكالاتنا بأكملها ندعي بأننا نقف مع الحق أين هو الحق؟ الحق مفهوم لغوي لا علاقة له بالواقع ومفهوم موجود في الذهن ممكن تتصور ما هو الحق ممكن أن تتعامل معه ممكن أن تتخيله لكن لا يمكن أن نجعله حاكماً على حياتنا وسيداً أوحداً مطلقاً ولا نعرف ما هو بالضبط هذا تعمية فعل غبي بمعنى الكلمة ويجب أن نتوقف عنده ونتوقف عن تقسيم الأدوار بين علي ومعاوية وبالتالي تقسيم الأدوار في هذا العالم وتحويله إلى أبيض وأسود كل ما علينا أن نتبع دائماً الطريق الأبيض هذا كلام أصبح طفولي وساذج وحتى لو هناك باحثين وكتب ومثقفين يتحدثون عن أن هذا مسألة غير معقولة لا الحقيقة هذه مسألة راسقة في الذهن العربي وفي العقل العربي هي موجودة ومتجدرة وتخرج بعشرات بل بآلاف الطرق المختلفة علينا أن نبحث عنها جيداً ونتحدث عنها ونخرجها من أفق السلوك والتصرف والتفكير والنظر إلى العالم بطريقة مختلفة لا تقوم على هذه الثنائية أنا ألاحظ كثيرون يتحدثون عن هذه الأمور عن الحق والباطل وأن هذا صحيح وذلك خطأ هذا كل كلام لا يجوز بعد الآن الاعتبار شيئاً قابلاً لأن يستعمل وأن يحول إلى أدوات لفهم كل شيء فنحن عندما نختلف حول من له الأحقية علي أو معاوية فنحن في الوقت نفسه وقعنا في المطاب أو المكيدة التي صنعها لنا رجال السلطة والحكم عبر مئات السنين وعليه لا شأن لنا بما يدور بين علي ومعاوية ومن يقف إلى جانب أحدهما أو جانب أحد المذهبين ما له شأن لنا هو الفكرة التي يتم تأسيس هذا الصراع على أساسها وهو مفهوم الحق وهذا الذي يجب أن نناقشه ونبحث عن جذوره ونعيد النظر فيه ونؤسس مفاهيم جديدة أكثر رحابة وأكثر سعة وتقبلاً للمتغيرات المعاصرة التي يحتاجها الإنسان ويحتاج أن يبني عليها حاضره وشخصيته ومجده ومجد شعبه وأهله وناسه فكرة الحق الذي يضيق في الأجانب علي أو معاوية قبل ألف وخمسمائة عام اللذان تصارع من أجل الحكم هذا انتماء إلى أحدهما هو انتماء إلى ماضي مضى وولى ولن نحصل منه شيء إلا العبودية والاستعباد إما لعلي وأحفاده ومعاوية وخلفائه الفكرة الأساسية للأولادتي والجلين يطرحوها الخلاف يقوم على أساس يجب أن لا نتخلى عنه ويجب أن لا نفكر في شيء آخر عداه وهو أن الخلاف على مسألة من هو الأحق فلان أم فلان وهل أنه أننا يجب أن نقف مع علي أم مع معاوية وهل أننا حين نقف مع علي سنقف مع الشيعة وهل أننا حين نقف مع معاوية سنقف مع ابنة تيمية والسلفية وبقية أولماء السنة أو فقل سني أو العقيدة السنية الماتريدية أو الأشعارية أو المالكية أو 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 هذه كل التفرعات هي قائمة على مبدأ أساسي واحد وهي أن هناك شيء اسمه كتاب ونص مقدس مطلق الصلاحية أو مطلق أيضا مطلق الصدق ومطلق القوة ومطلق القدرة ومطلق الفهم ومطلق العلم هذا النص أفرز لنا شخصيات كبيرة كثيرة جدا من أتهاء علي ومعاوية الخلاف الرئيسي بين الاثنين كان هو في الحقيقة خلاف بين الشخصين يمتلكان القوة وسطة وسلطة فكل منهما لديه عشيرة وقبيلة تقفوا معه وأيادته في حربه ضد الآخر وهذا الصراع قديم من أيام الصراع بين بني هاشم وبين أمية فهذه القبيلة أو هذه الأسطورة التي جرى تصديقها وأعتمادها عبر تاريخنا بأكمله وهي الحاضرة في هذا التاريخ بغض النظر عن مصداقيتها أو وقوعها فعلا هناك من يحترض ويقول أن تتحدث عن أشياء لا وجود دليل عليها هذا موضوع آخر لا أحتفي به لأنني الآن ليس في معرض التحقيق التاريخي إنما في معرض ما هو حاصل ما هو فائل وما هو مؤثر وما هو يعتبر جزء من التراث الفكري والمعرفي أو تراث الذي ننظر فيه إلى أنفسنا والعالم من خلاله نحن لا ننظر إلى أنفسنا من خلال المستقبل بل ننظر إلى أنفسنا من خلال الماضي فبالتالي نحن أبناء الماضي وهذا الماضي ليس بالضرورة كله حدث بالفعل إنما هو جانب كبير منه جانب تصوري وذهني وهو بالتالي يخترب للحقيقة من يريد أن يشكك بهذا التراث هذا شأنه ممكن أن يهدم هذا التراث بهذه الطريقة لا بس لكن علي أن يعرف بأن هذا التراث هو حاضر وواقعي وفئلي وحقيقي بالتصور المليارات البشر فبالتالي لا يمكن أن يقول هذه التصورات هي خطأ هي ليست الموضوع موضوع خطأ وصدق وصح وفي هذا المجال ممكن أن يكون لكل إنسان من عندنا مطلع إلى حد ما أن تكون لديه نظريته الخاصة وهذا الأمر الطبيعي أنا بالنسبة لعدما أدكق في الأحداث التي حصلت في العهد الأموي والروايات التي وصلتنا عن عهد النبوي والخلافة الراشدة وأيضا المصادر الأخرى التي الغير الإسلامية لدي قناعة بأنما حدث الفكرة وجود صراع بين الشخصين أحدهم علي والآخر معاوية هي فكرة ليست كما وصلتنا أنما أعتقد أنها حدثت بالمقلوب أي بمعنى أن المنظومة القيامة التي تصارع عليها الطرفان الطرف الذي ينتمي للدولة ويريد أن يؤسس دولة والطرف الآخر الذي يهتم بالقيم الدينية والمراعاتها وأيضا نشر نوع من المساواة بين الناس ونوع من التورة الاجتماعية هذه القيم أنا أعتقد هي أسقطت على هذا الصراع بين الطرفين والصراع بأكملة عبارة عن صراع على السلطة لا أكثر ولا أقل وكل العكاة التي حدثت بعد ذلك محاولة لترتيب الأجواء لكن هذا ليس موضوعي موضوعي مختلف وهذا يحتاج لبحوث وأدلة لكن الموضوع أنه ما حدث قد حدث سواء فعلا حدث أو لم يحدث لكنه أصبح جزءا من حصيلتنا الثقافية وعليه أنا أتحدث عن ما حصل بأتباري حصل في الذاكرة في التراث في الواقع الذي ترتب على هذه الذاكرة وهذه الأحداث الحقيقية أو غير حقيقية فبالتالي تحولت إلى حقيقة ملموسة نشاهدها يوميا في حياتنا ولها ما زالت لها آثارها الخطيرة ومن أبرج هذا الآثار أن الدعوة العلوية التي قادها الإمام علي هي دعوة فرقت أمر الناس مثلما فرق الرسول أمر الناس لدعوة المحمدية فرق أمر الناس في قريش وشق الصفوف الجماعة وأحدث فرقة ما زالت أبعادها تتردد حتى يومنا هذا كذلك الإمام علي أتى وفرق أمر الجماعة وشملهم وسفكة الدماء بعد ذلك من كان يدافع عن الدولة وعن السلطة وعن الاستقرار في الحقيقة هو الطغاة الحقيقية التي كانت هم يمثلهم معاوية وأبو سفيان وأيضا دولة جماعة قبيلة قريش في زمن ظهور الرسول محمد فبالتالي من كان يفرق جماعة هم الرسول الكريم وأيضا الإمام علي لكن هذا لا يعني أنهم قاموا بفعل سيء لكنه كانت لديهم ثورتهم الاجتماعية التي تدعو للوحدة والتواحد لكن بالحقيقة أنها كانت دائما تثير الحروب والإشكالات والقلاق الداخل المجتمع دون نتيجة تذكر ومن يعيد نصاب الأمور هم الطغاة الذين تم جراء الثورة ضدهم ومن أبرزهم معاوية وقبله أبيه أبي سفيان واستمرت بعد ذلك وراثية كسروية ملكية وأصبحت ملكا عضوضا على التعبير الجحل فبالتالي عادت الدولة إلى الهيمنة والسلطة والسيطرة وخسرت أيضا بسببها إصراعات خسر من يتزعم العرب الجماعات العربية في الحق السابقة عن الإسلام اختراع باسي قلت بأن العرب هم كل من لا يسكن المدن وأن هؤلاء هم الذين يسمون عرباً ليس لأنهم من جنس عربية قومية عربية إنما لأنهم خارج حدود الممبراطوريات الرسمية في ذلك الزمان ولا يحسبون على مواطني تلك أو رعاية تلك الامبراطوريات كل من ليس لديه لا يعتبر من رعاية هذه الدولة أو غريب من عربي أو أعراب يعني الأعراب معنى الأغراب كلمة أغراب الآن هي نفس أعراب وكلمة عرب أصلها غرب والغرب أيضاً من أوروبا أوروبا هي معتها غروبة فالغروب يوم الجمعة أيضاً هي يوم الغروب أو يوم العروبة فكلمة أعراب هي أغراب ولم يكن هناك شيء اسمه عرب إنما بالمعنى الإسلامي عندما قال القرآن أنه نالك عرب لم يقصد أنه نالك عرب بالمقابل لا يقصد أن العرب والعرب هم حالة واحدة لم يقل أحد من يوم العيام أن رسوله هو عربي قيل أنه قرآن عربي لكن لا أحد يقول أن الرسول الكريم كان عربياً هذا موضوع مختلف وفيه جدل كثير لكن أنا أعود إلى صلب القضية التي أريد أن أتحدث عنها وهذا الجدل وأطرق إلى باب آخر أساسي جداً من موضوع الصراء بين علي ومعاوية واللي أعتبر الصراء هو إلى جذور التاريخية التي تبدأ من جماعة العراب الأغراب الذين هم أغراب على الإمبراطوريات لأن هذه تسمية الإمبراطوريات لهم أن هؤلاء هم الأغراب الذين لا يحسبون على هذه الإمبراطوريات وهؤلاء هم ليشوا من اللحظة الأولى كانوا ثائرين ثورت علي ومعاوية تجسيد لسيرورة تاريخية ثائرة ثائرة مستمرة داخل المجتمعات العربية أو مجتمعات الأغراب التي لا تنتمي إلى أي إمبراطورية من إمبراطوريات المحيطة بمنطقة العرب التي هي منطقة شرق دجلة غرب دجلة وغرب وشرق النيل وحدودها اليمن هذه المنطقة التي تشمل الآن نصف العراق غرب العراق ونصف غرب العراق وأيضا سوريا والشام عموما والجزيرة ومن ضمنها الحجاز ونجد والإحساء وغيرها وأيضا تشمل مصر جزء كبير من مصر هذه المنطقة كان يقتنها الأغراب الذين لا يمكن للدول والإمبراطوريات أن تسيطر عليهم بسبب سعة هذه المنطقة الجغرافية وأيضا بسبب صعوبة السيطرة عليها لأنها مناطق ضادية وشبه صحراوية ويصعب أن يتحرك فيها الجيوش وبالتالي كانوا دائما يشكلون مشكلة كبيرة لهذه المنطقة فسموهم الأغراب أعراب الأعراب هما أشدوا كفرا ونفاقا وفعلا هما أشدوا كفرا ونفاقا لا تستطيع أن تسيطر عليهم هذه المشكلة لا تستطيع أن تسيطر عليهم ماذا تفعل لهم وما زالت المشكلة لحد الآن لا يمكن تسيطر عليهم لكن دائما كانت هناك أعود إلى جذر الموضوع جذر الموضوع أنه هناك فكرة بأن هناك كتاب مقدس وهذا الكتاب هو مطلق وهنا هذا الكتاب هناك من استغل هذا الكتاب ونبي هذا الكتاب ساقه لمصالحه بغير طريق الحق وغير بعض يقول أن معاوية رجل دولة وبنى دولة إسلامية والآخر يدافع عن علي ويقول الرجل كان منتصرا للقيم التي جاء بها وهي قيم الإسلامية الحقة وما إلى ذلك الحقيقة طبعا فيها جوانب نفسية كثيرة هذه المسألة لكن أنا أتخلى عن هذا الموضوع الحقيقة أن الصراع بين الاثنين قام على فكرة أساسية وهي أن هؤلاء أو هذان يقومان على أرضية وأساس إسلامي إسلامي يقوم على فكرة هو الآخر على فكرة وجود رسالة عظيمة ويجب أن نتابعها أن كل ما يهجز في هذا العالم هو شيء مرفوض وغير مقبول وعلى العالم أن ينساق إلى هذا النص والقائمين على هذا النص بالتالي نحن أبناء فكرة غيبية العالم بالنسبة لنا هو دار متاع أو محطة أو ممر أو طريق إلى الدار الآخرة هذا التصور الذهني هو المحور الموضوع أما حينما يأتي أحدهم ويقول أن الصراع بين الاثنين حول هذا التصور ومن يمثل هذا التصور بالفعل هو موضوع ثانوي ويبدو الإصرار عليه هو تسليم بأن هناك نص مقدس وأن هناك حقيقة واضحة وراسخة ولا تقبل النقاش ودقيقة ولا حاجة لأن نراجعها هذا الأمر هو الذي يجب أن يحظى بانتباهنا لماذا لا يحظى بانتباهنا؟ لأننا مجغولون بالتفاصيل المؤسسة أو الناتج عن هذا التصور الكلي للعالم والأشياء ولأنفسنا هذا التصور هو العلة الأساسية تكمن فيه وليس تكمن في صراع بين الاثنين لا نتيج له بعد مرور 1500 عام هذا الصراع لم يسفر إلا عن كوارث وعن مآسي وعن خوارق ومعاجيز وأكاذيب وما لا يحصى من الدمارات جمع دمار إن صح هذا جمع من الخسارات من تدمير الطاقات الإنسانية تدمير الإنسان نفسه جعله مجرد تابع وخاضع لهذه الفكرة التي يقال إنها مقدسة ومطلقة ولا تقبل النقاش الصحيح أن الموضوع لا يكمن فيه علي ومحاوية إنما يكمن فيه محمد والشعوب والبشرية بيكملها بين الرسالة المحمدية وبين البشرية بيكملها هل إن هذا الرسالة مناسبة لهذا الواقع؟ هذا هو السؤال ليس السؤال من هو هل أن علي قيم علي هي القيم الصحيحة وأن قيم معاوية وسلوك معاوية هو الذي يصح أن يقتدى به هذا الأمر لا يجوز الويل لا فأنا في رأيي أن علي يمثل جانبا من جوانب محمد الرسول محمد وأيضا معاوية يمثل جانبا آخر من جوانب الرسول محمد الرسول محمد يمتلك الصفتين الصفة المشهورة عن علي بأنه عالم كلامه درجة ثانية في البلاغ بعد القرآن يعني فوق كلام المخلوق وتحته كلام الخالق ومعاوية رجل داهية وسياسي محنك والبعثي يقول أنه هو الذي أسس الدولة المدنية في الإسلام لا وجود لشيء اسمه دولة مدنية وأسس دولة سلطوية وراثية ما زلنا نحكم على طريقتها الآن حتى الرئيساء الدول الذين بدأوا بثورات جمهورية تسلم الحكم للشعب وللوطن لكن بالنتيجة أصبحت حكومات وراثية أي أننا لم نفعل شيئا وبفوق هذا يتهمون هؤلاء الرئيساء الوراثيين بأنهم رئيساء علمانيين يعني انتقدوهم من جميع الجهات ولكن في النتيجة لا ينتقون معاوية الذي ورث أبنائه وأنما ينتقدون الرئيساء لأنهم ورثوا أبنائهم وسيطروا على شعوبهم باسم الجمهورية ولأنهم علمانيين المهم ينتصرنا إلى فكرة القطيع وفكرة الحق الذي لا يمارى والذي لا يناقش والذي لا يجوز أن يمسه أحد الفكرة الأساسية أن كل من يتحدث عن الخلاف بين علي ومعاوية يعتبر إنسان قليل المعرفة أو قليل الدراية أو قليل القدرة أو محدود القدرة على فهم الأمور بطريقة عميقة هذا الشخص علي أن يراجع نفسه وأنا كنت من هذا النوع كنت أنه دائما مجهول من هو الحق وهذا كذا وأنساق إلى الانفعال مع أو ضد علي أو معاوية لكن بعد ذلك بدأت أفهم الأمور وحاول أتعمق بها وليأكتشف بأن الأمر بيكمل عبارة عن خديعة ومكيدة الهدف منها ترسيخ القاعدة الفكرية التي تقوم على فكرة وجود نص مقدس وهذا النص المقدس لا يقبل الشك وأن هناك من تجاوز وتجرع على هذا النص وكل ما علينا أن نعود لهذا النص هذا هو الحل الأخير وأيضا هناك من طرف آخر هذا الخلاف بين علم ومعاوية بينما يقول أننا يجب أن ننتصر لأحدهما هو نفس الذي يتحدث عن يقول أننا يجب أن نعود إلى النص الأول الذي هو القرآن والذي يتزعمه من يطلقون على أنفسهم القرآنيون وهؤلاء يقولون أن كل شيء موجود في هذا النص وأن هذا النص لا ناسخ فيه ولا مسوخ وأن السنة النبوية ليست ملزمة لنا وهذا هي نفس الفكرة الأساسية وهي أن هناك نص وبالمناسبة هي هذه الفكرة النص وجده بناء على هذه الفكرة يعني هي حتى نذهب أعمق وهذا الجانب الآخر من الموضوعي أن فكرة وجود نص مقدس هي فكرة أيضا سابقة على القرآن فكرة موجودة من أيام منذ أن كلف بطلي موس بالقرن الثالث قبل الميلاد السبعين حبرا من أحبار اليهود وحاقاما وقال لهم ماذا لديكم أجمعوا لي كل كتبكم فجمعوها له وقدموها وأصبح بعد ذلك لدينا كتاب المقدس بالأحد القديم ونضيفت بعد ذلك أسفار كثيرة له لكن الترجمة السبعينية هي الترجمة اليونانية اجتمعوا دولة في الإسكندرية بناء على أمر بطلي موس وقدموا له التوراة في تلك اللحوة ظهرت فكرة وجود لوح محفوظ وهو اللوح المحفوظ هو المسلة الحمرابية وقبل أيضا المسلات أخرى أوروكاجينا وغيرها بالدول السومرية هي فكرة وجود هنا وجود شيء ما هذا كل ما علينا أن لا نرتبك ولا نبحث كثيرا ولا نفكر ولا نعمل أي شيء مجرد أن نبحث عن هذا اللوح المحفوظ أو النص المقدس الذي فيه كل شيء وتنحل جميع مشاكلنا فهذه الفكرة احنا مأسورين بها وداخلها في لاوعينا وفي أسس التي نفكر على أساسها يعني احنا داخلين في هذا القالب الذهني الذي يعتقد بوجود حل وجواب نهائي لأي مشكلة هذه الفكرة السحرية القفولية بالمناسبة هي أن هناك من يعالج لنا كل شيء وأن كل ما علينا أن نبحث عن هذا الشيء أو نؤمن بهذا الشيء ونقول أننا وصلنا إلى إلى الحد الأخير الذي لا حد بعده ففكرة وجود نص هي نبسة اللي ألهمت الأنبياء والشيوخ والأمراء والحكام والشعوب التي عبر تاريخ طويل وحتى يومنا هذا هذه الفكرة هي نبسة اللي كانت تحضر في ذهن الرسول محمد يعني هناك عشرات من أمثاله لكنه كان من المهارة والدراية والمعرفة ولديه الإمكانات والقدرات الكبيرة لأن يقوم بهذا الأمر وساعدته الظروف على النجاح فيه فبالتالي هو كان يعتقد ويؤمن تماما بأنه مبعوث وأن ما لديه هو جرى اصطفائه جرى اصطفائه بهذا الأمر ويعتقد بأنه هو الذي لديه النص النهائي المقدس الذي فيه كل شيء هذه قناعة موجودة ليست عند الرسول محمد موجودة في اللواء العام فهو عندما أتى قال لديه نص مقدس قالوا له كيف لم يقولوا له أن لا وجود لشيء اسمه نص مقدس لا أحد من الذين اعترضوا على الرسول قالوا له أنك لست بصادق لست تحدث عن شيء غير ممكن أن يحصل لا قالوا له أن لا نصدقك لكنهم لم ينكروا الفكرة بدليل أنه لا نجد أي أثر يقول أنه هذا كلها كاذبة مجرد طلعوا بعض الفلاسفة منهم الرازي وقالوا قبل الراوندي وقالوا هذا كلها كاذب والأمر لا يجوز فلسفيا غير منطقي ولا نصل إلى الحقائق لوحدنا ولا وجود لشيء مطلق تماما فهو حتى الفلاسفة عدتهم هاي الفكرة أيضا ميتافيزيقية لكن بعضهم انتقدوا الدين لأنهم يريدون أن ينتقدوا الدين لكنهم في وقت نفسه لديهم إيمان بوجود فكرة فلسفية أو هناك ما يسمونه أصل الوجود مثل هي الفكرة طاليس أيضا تعتبر إلها علاقة فكرة النص المقدس طاليس يقول أصل كل شيء والماء بعد ذلك هرقليطس قال الأصل كل الشيء والصيرورة والآخرين بعد ذلك وبعض القالة والهواء بالنهاية وصلوا إلى قناعة بأنه أصل كل الشيء هي العناصر الأربعة هذه الفكرة نفسها تحولها فكرة الكتابة الكتابة هي بالحقيقة اختراء جبار لكن احنا نعتقد هو اختراء جبار لكن المشكلة وين أنه احنا نعتقد بأنه بذلك الزمان يعتقدون أنها مسألة إلهية عطية إلهية ميزة إلهية خصصة بها البشر فقط وهذه الميزة يجب أن يتم مراعاعتها ويجب أن مراقبتها ويجب أن تكون تحت أنظار رجال الدولة والسلطة والدين أو الكهنة عندما يتعلم الطلبة في ذلك الزمان على الكتابة وما يتعلمون في مراكز الخاصة في الطبقات العليا طبقات الكهنة وطبقات الرجال الحكم وحتى عندما يمارسون هذه العملية يمارسونها بنوع من التقسية ونوع من المقدسة النتيجة أن الكتابة ليست مجرد وسيلة إنما هي عطية إلهية بعد ذلك انتقلت هذه الميزة المقدسة إلى الكتاب وقالوا هناك كتاب فيه كل شيء الكتب لم تكن متوفرة في ذلك الزمان أو فكرة الكتاب هي غير موجودة فدائما يعتقدون بأنه هنالك من كتب كتاب أو أرسل كتاب وهو موجود في مكان ما هذه الفكرة هي التي كانت حاضرة في ذهن الجميل وعلى أساسها جرى جمع القرآن وهي هذه الفكرة نفسها التي أنتجت لنا القرآن وأنتجت لنا قبلها الأناجيل التي كانت بالعشرات بعد ذلك جرى جمعها تحت إدارة وإشراف الدولة الرومانية هنا المعضلة الأساسية والتي هي تشغل الذهن العربي الإسلامي أو الذهن المشرقي عموما سواء إسلامي أو غير إسلامي كل الشعوب الموجودة هنا والطوائف والمذاهب مسيحية كانت أو مندائية أو إيزيدية أو كاكائية أو قاديانية أو أي شيء أي مذهب هؤلاء جميع لديهم هذه الفكرة هذه الفكرة براء دائمية إذا صحة تسمية فكرة البراء دائمية أو البراء دائمية هي هذه الفكرة القاتلة التي هي سبب إشكالاتنا أرجع على علم معاوية علم معاوية بالنتجة وإفراز من إفرازات هذه الفكرة التي تقول بأنه لأنك نصفه وكل شيء وهي نفسها التي أسس عليها المذهب الشيعي كل تراثه الفقهي والعقائدي كذلك أسس السنة كل تراثه والفكرة والعقائدي على أساس أن هناك نص مقدس وانتقل هذا النص المقدس أصبح ليس وحيا من الإله فقط أصبح الكلام الرسول نفسه وحيا من الإله وأضافوا عليه وحيا كل ما قاله الصحابة باعتبارهم الصحابة عدول كلهم بأيهم اختديتم فاقتدوا فهؤلاء جميع المعاوية أو علي هذا جرى بعد ذلك طمس كل الخلافات كل التناقضات وتجيلها وعدم إثارتها وعدم النقاش فيها لأنها تثلم الفكرة المقدسة أنت عندما تكون لديك فكرة مقدسة أساسية لا تريد أن تثلمها لأنك هنا تصبح الورطة وورطتين هذا الجزء الثالث من الموضوع وهو أن الورطة الثالثة أنه أنت تعرف أن هناك أشكالات كثيرة تعرف أن هناك نقاط ضعف وهشاشة عالية في الفكرة المؤسسة لديك لكنك لا تستطيع الخروج منها هنا تصبح أنت في مطب هو أشبب الشخص قطع مسافة طويلة مثلا سافر من المدينة مثلا خلن نفترض على صعيد مكان هي ليس فكرة ليس الطريقة المعنوية والدنيا خلن نفترض على صعيد المكان أنا خرجت مثلا من دمشق أو من القاهرة وذهبت إلى طوكيو على سبيل المثال فهذا أقطع المسافات الطويلة وصلت عبرت الهند ووصلت للصين وأشعر أنني قريب على طوكيو في لحظة من اللحظات بعد شهور وسنوات وعشرات سنة ربما من المشي المستمر والكفاح من أجل وصول لذلك المكان أجد في لحظة من اللحظات أجد أنني كنت أتوجه عكس الاتجاه تماما أو أنني أتوجه نحو موسكو مثلا وأنا أجد نفسي في طريق إلى موسكو مثلا في منطقة في بولندا وشيء من هذا القبيل فماذا تفعل تحاول أن تنكر الحقيقة لأنك بدلت جهدا كبيرا بدلت صرفت كل شيء ماذا تفعل عليك أن تقول بالأشياء تقول بالفكرة وتغير حتى طبيعة المكان اللي حولك وتراها بشكل مختلف فهذا الذي تورط فيه الناس طيب صحيح المثال فيه ثغرات كثيرة لكن أنا أريد أضرب مثال على لكي أوضح الصورة اللي أتحدث عنه كل الناس كل المسلمين كل الإنسان لديه إيمان بأي قضية يشعر بوجود خلل في هذه القضية وبالتالي هو يظن بأن من الصعب اللي عليها العودة هناك ناس قليلين عادة يعرفون بأنهم كانوا سيولون في الطريق الخطأ هؤلاء يصبحون ملحدين أو ينتمون إلى إيمان أو إلى معظلة إيمانية أخرى أو فضاء إيماني مختلف بعضهم يتحول من دين إلى دين يعني يصل مثلا هذا الشخص خطع مئات والآلاف الكريومترات أو الآلاف التصورات والأحلام والأفكار والمعتقدات وبعد ذلك تنصل منها جميعا شعر بأنها كلها كانت على خطأ وأنه كان مضللا وأنه كان يعني مخدوعا فبالتالي وصل إلى هذه القناعة بأنه يجب أن يغير طريقة الأغلبية العظمى ليست لديهم هذه الطاقة وأيضا هو لابد أن الجانب الآخر من هذا الجزء الثالث من الموضوع هو أنه أنت ليست وحدك لديك أولادك زوجتك محيطك الاجتماعي والجماعي أنت لا تستطيع أن تقول أنا أسير معكم منذ سنوات في هذا الطريق الذهني أو الإيماني أو الجغرافي وأنا الآن شعرت بأن الأمر اختلف معي وأننا كنا على خطأ فمع من تتحدث هل تتحدث مع عشرات ومئات الذين على مقرب ويعيشون معك يوميا بل أنهم من أقرب الناس إليك ماذا تفعل هنا يصبح المطاب كبيرا وهائلا والورطة كبيرة جدا لكن الأغلبية تختار الصمت أو تختار أنها تواصل الطريق وأن تكذب على نفسها وتتوهم أنها على حق كامل للسبب بسيط أنه تقولك أنا ماذا أفعل عندما أعود سأخسر كل شيء لن أخسر الآخرين فقط بل أخسر حتى راحة النفسية وأيضا ليست لدي القدرة على أنا أو أيضا نظر في كل شيء لا أوجد لدى الناس قدرة بهذا الشكل وأنت عودت على هذا الطريق وأنا مرتاح عليه وأموري ماشية صحيح فيها إشكالات كثيرة لكن الإشكالات التي ستكبدها والمشاكل والرزايا التي ستحملها عند عودتي أو تنصلي أو تغيير طريقي وقناعتي أضعاف مضاعفة لما لو كنت بقيت على إيماني وقناعتي الأساسية بالتالي أغلبية الناس تقتنع بما لديها وتصمت وتفضل السلامة وتقول ما دمت أنا لديها مسكني حتى لو كان متسول هو في الشارع لكنه يبقى يشعر بالأمان أنه ضمن الجماعة نفسها هذا الإحساس بالانتماء للقطيع وأن من الصعوب الخروج منه هو إحساس لا يمكن أن نسهين به هو إحساس بالغ الخطورة وبالغ الأهمية وهذا هو الإحساس بالانتماء هو الذي يفتز رجال الدين فيه الناس ورجال السلطة ودائما يهددونهم في انتمائهم ويصمونهم بأنهم خونة أو كفرة أو لا يسيرون في طريق الله فهذا الإبتزاز المستمر عملية معقدة ومتداخلة جدا وتجدون ورجال الدين ورجال السلطة موجودين في كل مكان دائما يؤكدون على عدم الشك بأي شيء وعدم مراجعة أي شيء وأن علي على حق ومعاوي على حق ولا داعي لأن تثير الفتن والبدع وما إلى ذلك التي تقسم المجتمع وتشطره بالحقيقة المجتمعات والمجتمعات العربية التي تنطلق من هذه الفكرة هي بالأصل مجتمعات مهشمة ومشطرة ومشتتة تعاني من آلاف انقسامات والتصدعات والانكسارات والخسارات ولا يوجد تقريبا شيء واحد فيها بشكل يعمل بطريقة صحيحة لا يوجد على الإطلاق ومن يشك بالموضوع أو يشكك فيما أقول له أن يقدم لي الدليل الواضح عليه نحن فاشلون في التربية في التعليم في النظر في العمل في القول في كل شيء في كل جانب من جوانب حياتنا نحن فاشلون بامتياز والسبب بسيط هو أننا لا نفكر بالأسس أو لا نؤيد النظر بالأسس الأساسية التي ننطلق منها وهي أسس مطلقة إطلاقية جازمة مقدسة لا تمس ولا تجس ولا ترس ولا تمس ولا تعس ولا تفس يعني هذا الشيء أصبح مخجل ولم يعود بالإمكان الاستمرار فيه أختم وأقول أن الصراع بين علي ومعاوية هو صراع مزيف الهدف منه استخفال الناس وجعلهم يظنون بأن الأمر ليس أكثر من هذا هو صراع بين الطرفين وكل ما علينا أن ننتصر لأحدهم على الآخر ونواصل حياتنا في هذه المعركة التي لا تمتهي الأمر لا علاقة له بصراعات لا علاقة بالفكرة الأساسية بالأفكار الأساسية وليس بالصراعات المادية على الأرض الأفكار الأساسية هي التي ولدت لنا كل هذه الصراعات وستستمر بالتوليد كل هذه الصراعات وما زلنا نعاني من هذه الصراعات التي تولد ولدتها هذه الفكرة الأساسية وفكرة وجود ناس مقدس وهذا الناس هو المرجعية الأساسية والمنهج الوحيد الذي نسير عليه هذا هو بيت الداء طبعا ليس الهدف أنه نسي للقرآن أو للرسالة المحمدية إنما الهدف أنه أقول أين المشكلة هذا النصر المقدس انتهى أدامه عليه كان مناسبا وصارت على نهجه وهده شعوب الآن لا يوجد أي دليل على الإطلاق يؤكد بأن هذا النصر ما زال صالحا للتطبيق ما احترامه وتقديره لمن يؤمن به لكن يجب أن نكونوا واقعين ويجب أن نفهم هذا الأمر وأنا لا أدعو لأن نشعل الثورات والفتن والحروب لا نجتمع جميعا أعيان القوم يجتمعون ويكونوا واقعين وشجعان وهذا أهم شيء لأنه قلة منهم لديهم الشجعة على البوح والصراحة نجتمع معهم معا في بار القوم ويقولون هذا النص الكبير فيه مشاكل الناس هم يخشون من الناس أنا أعتقد الناس سيحترمونهم وأدى ما يتم الإجماع على هذا الموضوع فليخرج البعض يعترض على الموضوع لكن يتم الاتفاق على أن من حق الجميع الاعتراض أيضا ولا يجوز الاعتراض عليهم أو تخوينهم أو تكفيرهم نقول هذا تراثنا هذه قناعاتنا هذه الأسس الفكرية المطلقة التي نؤسس عليها حياتنا وأفكارنا وأفعالنا وأعمالنا ومستقبلنا هذا الأسس لا يمكن الاعتماد عليها بعد الأخر بعد الآن لأنها أسس تم تأسيسها على غيوم متحركة غيوم لغوية غيوم ذهنية غيوم أسطورية غيوم لا تستقر على حال ومتقلبة ومتسرنمة بين الأفلاك والأخمار والتصورات الوهمية والغيبية هذه كلها لا تؤسس مجتمع حديث دولة حديثة لا تؤسس طرق تربية حديثة لا تؤسس علم حديث لا تؤسس منظومات ومؤسسات حقيقية وقانونية وترتز بالقانون هذه مدام أنت الأسس الأساسية هي الأسس غيبية ومنطاطة ولا تؤسس لأي نظام أخلاقي أو نظام اجتماعي أو نظام سياسي هذه الأسس هي التي سبب الإشكالات لأنها لا يمكن أن تثبت على حال وكل من يأتي يقرأها ويراها بطريقته في الختام أطرح التساول هل أن الغاء مسلسل معاوية هو أفضل من عرضه أم العكس أنا أرى أن الغاء عرض مسلسل معاوية هو أسوأ بكثير من عدم الغائه هذا معناه أنه ما زال يعرض حيا على الأرض ما زالت هذه الثنائية هذا في صراع الاحتراب الداخلي فيما بيننا من عبر رمزي علي ومعاوية ما زال هذا الاحتراب يمارس يوميا في حياتنا وما زالنا أيضا في الوقت نفسه نرفض الاحتراب بوجود هذا الصراع نرفض التمعن في أبعات هذا الصراع وعمقه التاريخي والثقافي والفكري وحتى الاجتماعي فيما بيننا يبدو أن هذا الإلغاء هو هو إلغاء ثمن يعني إلغاء قضية يبدو أن ثمن عرضها باهض جدا وليس هناك من لديه استعداد لدفع هذا الثمن وعلينا أن نعرف من هو الذي ليس له استعداد أن يعرض هذا الثمن لأنه كما نعرف أنه صورة معاوية صورة رجل الدولة تختلف عن صورة رجل الثورة رجل الثورة دائما رجل محبوب من قبل الجماعة ومن قبل المجتمع ودائما رجل الدولة يتعرض إلى التوبيخ والنقد المستمر فبالتالي نحن ما زلنا حائرين بين هذين النموذجين والسبب أن رفضنا لمواجهة الحقائق كما هي مواجهة مشاكلنا وسرعاتنا الداخلية وحتى سرعاتنا مع أنفسنا يتطلب دفع ثمن باهظ وكما نعرف رجل الدولة أورث الحكم لأبنائه وعشرته وسن سنة سنة الملك العضوض كتابير بتعبير جاهظ وهذا الملك العضوض لا يريد أحد من سليلي الملكيات العضوضة هؤلاء أن يعرض هذه السيرة الوراثية العطرة جدا للضرر لأن عرض مسلسل معاوية معناتها إعادة النقاش المفتوح حول هذا المرض التاريخ الذي ما زلنا نرفض الاعتراب بوجوده بل نحاول أنه نقول أنه لا فرق بين علي ومعاوية وهم كانوا في حالة حرب يقتلون بعضهم بعضا وفي الليل يسهرون سوا ويتسامرون وفي الصباح يطعن الآخر كلون يطعن الآخر في بطنه وكان شيئا لم يكن ثم يعودون أن يكون هذا بعض الرجال الذين يشوف الكبار عدتهم بديوات في الفيديو في اليوتيوب ممكن يشوفوها فالشي في سريالية كاملة ومجرد هو شي يريد أنه يقول ما في شي كله آخر حلاة وما في أي مشكلة لا يريد أن يواجه الحقيقة همي هذا علامة المرض النفسي أنا أقول حان وقت عرض هذا المسلسل وتحويل إلى فن وتحويل إلى واقع وتحويل إلى نقاش مفتوح لكي نحسم هذا الموضوع الإنسان لا يتداوى ولا يتطبب ولا يشفى من أمراضه ومن عقده ومن مخاوفه إلا حين يواجهها حين يقول لها أنا لكي وأنا سأدفع الثمن باهظا مقابل أن أشفى من هذا المرض الذي أبتليت به لا يوجد علاج بدون ثمن علينا ندفع هذا الثمن وأن نكون شجعانا ونواجه هذا الثمن وحان وقت معالجة هذه الأمور والقضاء عليها وعلى أمراضها ورزاياها الكبيرة وهذا طبعا أمر يضرب مصالح كثيرين أنتم تعرفونه شكرا جزيلا وأتمنى أن لا نتحدث بعد ذلك عن قضايا جانبية ولدتها هذه القناعات المطلقة مثل علي ومعاوية مثل هل هناك محمد وأن القرآن موجود وهذه كل القصص وهل أن الصراع بين ملحدين ومؤمنين هذه كلها قضايا ليست هي أصل الموضوع مع السلامة